قام عدد من أصحاب المعالي الوزراء بزيارة إلى مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مسقط وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آلنهيان طيب الله ثرى وقد كان في استقبالهم سعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة وقد أعرب أصحاب المعالي الوزراء عن تعزيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيدين بدور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رحمه الله في تعزيز أواصل الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين ومؤكدين على متنة العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تزداد رسوخا في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله ومن جانبه أعرب سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان عن بالغ الشكر والتقدير للزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يوم أمس الأول إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان لتقديم العزاء في وفاة سمو الشيخ الراحل طيب الله ثرى وما تركته من أثر عميق في نفوس جميع أبناء الإمارات متمنيا دوام التطور والازدهار للعلاقات العمانية الإماراتية وفي ختم الزيارة دون أصحاب المعالي الوزراء عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة سائلين الله تعالى القدير أو سائلين الله العلي القدير أن يتغمد سمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان بالرحمة والمغفرة وأن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدوام الأمن والرخاء